النهاردة المتحدث العسكري أتحفنا أيضاً بحزمة من الأخبار وحزمة من المعلومات وحزمة من البيانات تجعلنا نقول شكراً لقواتنا المسلحة شكراً لقواتنا المسلحة شكراً لهؤلاء الأبطال اللي ضحوا بأروحهم من أجل أن نعيش ومن أجل أن يبقى هذا الوطن المتحدث العسكري قال القوات المسلحة النهاردة دكت جحور الإرهاب ونجحت في القضاء على كام واحد على كام إرهابي على كام تكفيري 52 تكفيري في العملية سيناء 2018 يبقى النهاردة في البيان رقم 28 اللي ألقاه العقيد التام الرفاعي المتحدث العسكري بيقول للشعب المصري بيزف بشرة للشعب المصري إن جيشه العظيم اللي بيخد أعتى المعارك وأصعبها لأنها معارك مع فقران مزعورة مع جرزان المعركة مش معركة جيش نظامي المعركة معركة غير مسبوقة في التاريخ بحارب فقران بحارب فنول الإرهاب فين؟ في سيناء نجحت القوات المسلحة في التخلص في تصفية 52 عنصر إرهابي تكفيري خطير بالإضافة إلى يعني أكيد تبيعته حضراتكم تدمير سبعة أوكار لعناصر إرهابية وعربتين دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من قات التمركز الأمني بشمال سيناء و28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية أما 52 تكفيري ده كانت أخطر ما يمكن إن احنا نخف عنده ونقول القوات المسلحة عاشت قواتنا المسلحة وتحية إلى كل جندي وكل قائد وكل ضابط في هذه القوات